اكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلاب أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية التي تقام برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تأتي تعبيرا لدعم مملكة البحرين لقيم العطاء والإنسانية إذ سميت باسم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرى لما تركه من أثر عظيم ومنجزات وطنية يشهد لها تاريخ المملكة وقال وزير الإعلام إن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية هي أحدى ثمرات المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والتي تلقى الدعم المستمر من صاحب السمو الملكي لأمين سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء إذ تعد احتفالا مهما وتكريما لقيمة الإنسان ودوره أينما موجد جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزير الإعلام بممثل وسائل الإعلام الإقليمية والدولية بمناسبة حفل تسليم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية الذي يقام غدا في مركز عيسى الثقافي وبيل سعادة الوزير أن القصة الفائزة تحمل معاني إنسانية عميقة لقيمة العطاء فطبيب العيون الدكتور ساندوك رويت من النيبال لم يكتفي باختراعا طبي فقط بل جسد قيم العمل التطوعي الذي خدم الإنسانية جمعا بأسعى أو بأسمى الصور أوضح سعادة الوزير أن الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم جاءت لتشكل نموذجا عالميا يحتذى به من خلال التأكيد على الروح الإنسانية والبشرية الجامعة رغم الاختلافات الثقافية والإقليمية والدينية فمملكة البحرين كانت ولا تزال حاملة ومنادية وساعية للسلام ثم لقل سعادة وزير الإعلام تحيات سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم رئيس مجلس أملاء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية لضيوف المملكة وقال إن مثل هذه المناسبات تحظى بالاهتمام الإعلامي الكبير من ممثلي الصحف والقنوات التلفزيونية ووكلات الأنباء وأكد ترحيب مملكة البحرين بالتغطيات الإعلامية الهادفة والتي تبرز الجهود الإنسانية المشرفة التي تخدم البشرية بتفاعل وتجاوب بناء مع جميع المداخلات والاستفسارات جاء لقاء سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام مع ضيوف المملكة الإعلاميين والصحفيين الذين قدموا من مختلف الدول لتغطية فعاليات جائزة عيسى لخدمة الإنسانية نظرا لما حققته هذه الجائزة من نجاحات كبيرة خلال نسخها السابقة يميز هذه النسخة الحمد لله هذه المرة الالتفاف الإعلامي الكبير لكثير من وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية والإعلامية من المنطقة ومن قارج المنطقة وتقديرهم لدور هذه الجائزة في دعم العمل الإنساني وإبراز القصص الملهمة للبشرية التي فيها خدمة الإنسانية والسنة لدينا فائز مميز قصة حقيقة ملهمة اللي هي قصة الدكتور سوندوك رويت اللي قدم تجربة جميلة للتخلي عن الكثير من المميزات المادية والفرص المهنية للتركيز على خدمة الناس الأكثر حاجة واختراع تقنية جديدة لمعالجة بعض أنواع العامة اللي منتشر في جمهورية نيبال الاهتمام الإعلامي الكبير بهذه الجائزة انعكس على مشاركات الزملاء الإعلاميين والصحفيين الذين حضروا اللقاء وأكدوا على الاهتمام الكبير الذي توليه شاشاتهم الفضائية وصفحاتهم المقرؤة وأصواتهم المسموعة لهذه الجائزة وأصدائها الكبيرة التي عكست نهجا بحرينيا أصيلا يرتقي بالإنسان ويعنى بكل مبادئ الحفاظ على كرامته وحياته وحقوقه يسعدني وجودي في البحرين البحرين تعني الكثير للشعب النيبالي وهذه المرة ستكرم أحد الفائزين وهو من النيبال لمساهمته في خدمة الإنسانية هذه الجائزة مهمة جدا فهي لخدمة الإنسانية وهي فخر للنيبال البحرين والنيبال لديهم علاقة مميزة جدا ومواقف البحرين الثابتة لا تنسى وهذه الفعالية فرصة لتلاقي الإعلاميين من مختلف الدول وتبادل الخبرات جائزة عيسى للخدمة الإنسانية تؤكد حرص مملكة البحرين على العمل الإنساني في جميع دول العالم بكل تأكيد ما شاهدناها اليوم فيما يخص الحضور الإعلامي من مختلف الأقطار قليمي دولي أتى لتقطيع هذه الجائزة هذا دليل حرص كبير من جميع دول العالم فيما يخص هذه الجائزة جائزة إنسانية مهمة جدا الجائزة بتحمل اسم عزيز علينا كلنا كشعب عربي الشيخ عيسى الله يرحمه كمان الرعاية الملكية لهذه الجائزة بتؤدي أو بتدي زخم إعلامي كبير جدا في العالم وبتدي مصدقية كبيرة جدا للجائزة وكمان بتدي رسالة واضحة جدا من المملكة للعالم كله إن البحرين في طريقها للتطور والتقدم في كل المجالات هذه الوفود الإعلامية المتنوعة عملت على مدار النسخ السابقة من الجائزة على نقل روح الجائزة من البحرين إلى جميع دول العالم وساهمت في إنجاح الجائزة كتجربة إنسانية فريدة تهدف إلى تكريم الجهود الإنسانية الكبيرة حتى باتت تحظى بثقة مئات المشاركين المتقدمين لنيل الجائزة اهتمام إعلامي مميز حظيت به هذه الجائزة على مختلف المستويات عدد كبير وتنوع ثري من المؤسسات الصحفية والإعلامية التي حضرت إلى مملكة البحرين لتغطية هذه الجائزة والتي أكدت حرصها خلال لقائها مع سعادة وزير الإعلام على نقل رسالة الإنسانية البحرينية التي تحملها هذه الجائزة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين